سميتها بالروح والريحاني في نظم أسمى ربنا الرحمن والروح ترج فضل من يحصيها خالقها خلاقها بريها رحمك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ما زال سياق الكلام متصل في الكلام عن أسماء الله الحسنى و معرفتها و قد تقدم الكلام على لفظ الجلالة الله و معناه و دليله من كتاب الله و سنة النبي صلى الله عليه و سلم و من الأسماء الملحقة برفظ الجلالة اسم الله الإله فالإله من أسمائه سبحانه و تعالى قال الله عز و جل و هو الذي في السماء إله و في الأرض إله و غيرها من الآيات في كتاب الله سبحانه و تعالى التي تدل على إثبات هذا الإسم و معناه أنه سبحانه و تعالى المعبود لا معبود غيره و هو المألوه سبحانه و تعالى الذي تألهه القلوب و العبد عندما يسمع هذا الإسم و يتأمل في معناه يتعلق قلبه بالله عز و جل و لا ينصرف إلى غيره من المعبودات التي تضخها وسائل الاتصال و الإعلام فلا ينصرف قلبه إلا لله سبحانه و تعالى و من الأسماء التي تدل على وحدانية الله عز و جل اسم الله الأحد و اسم الله الواحد و اسم الله الوتر فأما اسم الله الأحد فقد دلت عليه سورة الإخلاص التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعديل ثلث القرآن قل هو الله أحد ذلك الصحابي الجليل الذي كان يقرأ هذه السورة في كل ركعة فلما سئل عنها قال لأن بها صفة الرحمن و أنا أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه و كذلك اسم الله الواحد و هو الواحد القهار كما جاء في كتاب الله عز و جل و الواحد و الأحد بمعنى واحد أي أنه سبحانه و تعالى المتفرد الواحد في ربوبيته فلا رب سواه و أنه سبحانه الواحد في ألوهيته فلا يعبد إلا هو سبحانه و تعالى و الواحد في أسمائه و صفاته فلا يشبهه أحد في صفاته و لا في أسمائه فهو الذي له الكمال المطلق و له الجمال المطلق و له العظم المطلقة سبحانه و تعالى و كل شيء في هذا الكون إنما يستمد من الله سبحانه و تعالى و من الأسماء التي تلحق بهذا المعنى اسم الله الوتر فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله و تر يحب الوتر فالله عز و جل فرد واحد سبحانه في ربوبيته و ألوهيته و في أسمائه و صفاته هذه الأسماء الأربعة إذا سمعها الإنسان في كتاب الله و في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيجب أن تملأ قلبه محبة لله عز و جل و يجب أن تملأ قلبه طاعة لله سبحانه و تعالى و يجب أن ينصرف قلبه لله عز و جل فلا يتعلق بغيره سبحانه و تعالى لأن الجميع راجع إليه سبحانه لما سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك الصحابين الجليل يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد دعا ربه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى و إذا دعي به أجاب فهذه الأسماء التي وردت في هذا الحديث يقول عنها النبي صلى الله عليه و سلم أنها بمعنى اسم الله الأعظم الذي به يجيب الله عز و جل الدعاء و يغيث به العباد هذه الأسماء الجليلة اسم الله الإله و اسم الله الواحد و اسم الله الأحد و اسم الله الوتر ينبغي أن تملأ قلوبنا تعظيما و إفرادا لله سبحانه و تعالى خاصة مع ما يسمع الإنسان عن كثير من الثقافات و غير ذلك التي يعبد فيها غير الله سبحانه و تعالى فإن الإنسان يستحذر هذه المعاني في حياته أسأل الله عز و جل أن يجعلنا من العابدين و ممن يقدره حق قدره سبحانه و الحمد لله رب العالمين سميتها بالروح و الريحان في نظم أسمى ربنا الرحمن و الروح ترج فضل من يحصيها خالقها خلاقها بريها فتاح يا مقيت إنك الحليم هو الحي وهو الستير الغافر الغفار والغفور عفو يا تواب يا شكور و دود يا شاكر يا نصير رحمك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكم ترجمة نانسي قنقر